الحشوة مش معناها دريل وحط الحشوة وطبق الحشوة وخلصت لأ لازم نرجع سن للتشريح والطبيعي والشكل والطبيعي طيب عشان نعمل كده تعالوا نشوف معنا الحالة دي ده سن كان الحشوة فيها طبعا شكله مش سن طبيعي وفيه تساوس تحت الحشوة او رايد لو شوفنا الصورة اللي بعديها هنلاقي ان احنا شننا التساوس والشننا الحشوة والسن محطوط عليه الرابر دام العازل صورة جميلة لو راحنا للصورة اللي بعديها بنينا السن تاني رجعناه للتشريحه الاصلي للشكله الطبيعي الصورة اللي بعديها شلنا الرابر دام وقادي هو السن بعد ما خلصنا في فم المريض الحشوة محطوط تكون شكلها الشكل ده